عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برصيصة يقولون إن الراهب برصيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوما لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السير لماذا يقتن الراهب برصيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم هيا يا أبا نوب سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشام؟ أراك تبدو حزينا مهمومة؟ كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معه دعني أحاول مرة أخرى لن نخسر شيئة يعجبني حماسك للعمل لا بأس حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول من أنت يا أخي؟ السلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة وعليك السلام لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات فما أهمية الإسم؟ صحيح يبدو أنك رجل حكيم أرجوك أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفيا من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخلي وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفيه بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آه النجدة آه نار في رأسي آه يهدى يا وزيري أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيد الملكة باتريك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطس؟ تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومات في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل؟ قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله آه النار بداخلي أنقذوني آه خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك؟ ومن غيرك يستطيع علاجه؟ سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة النجدة الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق إنني في أتم صحة حمدا لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيدي الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه شيم العظام اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيسة لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا لا ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيدي الراهب نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق ولكن نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ دعائك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله سمعت اليوم صوت الذئب يعوي لعله اشتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذر مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة، ولكنني لست سيداً لأحد، هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي، لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام، لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري، ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة، أقصد شكراً لك سيدي على تعبك أغلقي الباب خلفك جيداً أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي أستغفر الله، أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيصة أحدهم قادمة هي بالتأكيد، ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهوانا معذرة يا أخي، كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا تذكر شيئاً الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم، 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 تذكرت سمحني، مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة خشيت أن يأكل الذئب طعامها، ومن وقتها لا أطرق بابها هتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ نهوانا، مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب، مسكينة، ستموت موتاً بطيئاً إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها، وحاول أن تساعدها لا تخشى على نفسك، فأنت راهب وعابد وزاهد ودعواتك مجابة بأمر الله نعم، ولكن إما هذا، وإما أن تتركها تموت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عفواً لدخولي، إنما أردت أن أطمئن عليك أهلاً سيدي دعك من الكلام الآن، وتناولي هذا العسل الجبلي هو مفيد جداً لك ما أطيب طعمه، شكراً لك لا شكر على واجباً يا... معذيرة، لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا؟ ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم نور العالم؟ يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير؟ لم أعود أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماماً، لم تعود بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل، ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم، ونجلس معاً للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش أحدها بين أربعة جدران ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها؟ هذا... هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي أنت راهب يا برصيصة وزاهد ونفسك طاهرة أنت غير الناس جميعاً أتظن ذلك حقاً؟ سيدي الراحب ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا ولا سعادة لي بدونك ريموندا أين كنت كل هذا الوقت؟ ماذرة يا سيد الشر كنت مشغولاً في العمل مع الراهب برصيصة؟ نعم وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة لقد سقط برصيصة في الفاحشة حقا؟ لا أصدق لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني ميت قبل أن يحدث ما حدث إنني أكره نفسي أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي اتركني اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصة مع الفتاة طفلا بريئا لا ذنب له قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا نحن لسنا زوجين لتنجي بيلي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة؟ المسكين يتألم من البرد سأذهب أنا إلى غرفة القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح سلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رآه غيري من الناس لظن أنه ولدك ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع كان برسيسا مشغولا بدفن الطفل بعد قتله اشتركوا في القناة لقد أحضرت له الملابس الثقيلة هل نعم؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومع برسيسا؟ برسيسا؟ أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني؟ فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلت لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسا أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومعة حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لم أنصحك بالقتل قلت لك فقط يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برسيسة لا تتعجل يا أخي العاجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا لا يا برسيسة لن أصمت أبدا إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برسيسة ريموندا اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيد الراهب كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر أين أختك؟ لا تذكرني رحمها الله ماتت مريضة بل ماتت مقتولة بعد أن هل تخبرني بالحقيقة؟ هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوسا فضيعا لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضا لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعا نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جرا ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برصيصة أصمت أيها المجرم أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرص ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضيا عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموحي لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى سترى حالا يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعود راهما أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى من إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت أوقفك في غاية الصوم أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائما حتى حتى ماذا؟ أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان خيرا عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئا سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الله هو المذنب أقتلوه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين عاش رجل صالح إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الضمأ نعم لا يفكر إلا في الصلاة والعلم كفاكم سخرية من الرجل لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاؤه مستجاب هل صحيح أنه يعرف اسم الله الأعظم لست أدري المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف يا سيد بلعام يا سيد بلعام ما هذا كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم أي أسرار يا سيد بلعام أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى تحدث معي أنا يا بلعام إن الأرض جافة كما ترى هذا صحيح بسبب عدم سقوط الأمطار ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا وسوف نكافئك بسلال الفاكهة ليس بالعام من يفكر في الطعام يا رجل سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم يا رب دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء جاء المطر هذا رائع الشكر لرب بلعام المطر وفير سيكون المحصول وفيرا هذا العام الحمد لله يا رب الحمد لله والشكر لك إلى أين تذهب يا بلعام؟ الشمس غربت هذا موعد خلوتي وصلاتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لقد كلفنا آل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينون بنا شر اختصروا في الحديث أريد أن أخلوا لعبادتي ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح أجن انت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك ويلكم هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل عدت للمساومة يا رجل إنه لم يقصد يا بلعام بالعام؟ بالعام؟ هكذا دون سيد؟ هيا أغربوا عن وجهي أغربوا ولا تعودوا ثانية وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا أمير؟ أنا الأمير؟ نعم ستكون حاكمنا وولي نعمتنا ولك منا المنزلة والمكانة لا نقطع أمرا إلا بك ونقسم لك على الولاء والطاعة ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقولوا عني كبير القوم ولا رئيسهم إنني أحب التواضع فقط قولوا إنني عالم لم نسمع رأيك يا سيد بلعام يا عالمنا العظيم ها؟ هل ستدعو على موسى وقومه؟ أيها الناس يا أتباع بلعام ورعيته ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بلعام قرر بالعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث هيا يا كسول ماذا دهاك أيها الحمار؟ ها؟ أتوقعني من فوقك؟ ليس لك إلا العصر ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ها؟ ها؟ الحمار يتكلم؟ هذا أمر عجيب أعجب منهما تنوي أن تفعله وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل ولا تحاولي التدخل في حياتي مرة أخرى أنا حر أنا حر لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ خذ 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 وصل بلعام وصل بلعام مرحبا يا بلعام أقد وصلت أخيرا صمتا لا تزعجه السيد بلعام تفضل بالدعاء اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي سيد بلعام اللهم انصر اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى أتدري ما تصنع يا سيد بلعام أنت تدعو لهم وتدعو علينا هم؟ هم؟ دعوني الآن ماذا فعلت يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه والله غالب على أمره لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول ثم إن الله يحمينا يا زمري ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما؟ كافا؟ لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى فلننتهي من هذا الجدل العقيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من أنت وكيف دخلت إلى هنا لا يهم من أنا وكيف دخلت المهم من أنت وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس أنا بالعام سيد القوم وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم أنا فاشل أنا لست عالما ولست صالحا ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء كفى أرجوك أتحب أن تضربني بالعصى مثلما ضربت الحمار الذي نصحك لا تستهزئ بي وحاول أن تساعدني حسنا لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة أنت في موقف بالغ الصعوبة هذا صحيح لقد خسرت الدنيا والدين خسرت الدين هذا مؤكد أما الدنيا فما زال هناك أمل كيف؟ تدبر لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم هذا صحيح سأفكر وأتدبر لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسم السيد بلعام يا سور لا لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا تأدب يا سور كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام اسمعوني جيدا جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها خسئت يا بلعام أهذه عرفتك؟ انتظري حتى يكمل حديثة إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس هذه ابنتي كاسبي أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة لصالح القبيلة هذا ما كنت أنتظره منك يا سور الأطور الجميلة الفاكهة الطازجة من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم لم أبيع شيئا حتى الآن ولم يحدثني رجل واحد حاولي مرة أخرى يا شروات خذ مني الفاكهة فشلت خطتك يا بلعام لم تفشل بعد لننتظر قليلا لقد عادت النساء جميعا إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيالي كيف يحدث هذا؟ أين منتك كاسبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى هي أملنا الأخير إذن؟ هي قد عادت كاسبي أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام عظيم نجحنا أخيرا نجحنا لقد هلكوا بالفعل سقط واحد منهم في المعصية وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لست ما أوصي أعلي آه آه بماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديدة وإعياء إنك محموم يا أخي في الله أشعر بغثيان أيضا أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى لا تزعجوا نبي الله في خلوته إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل آه 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 أنا أيضا أنا أيضا أشعر بألم بطني كان لبلعام ما أراد حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره آه لابد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى سمعت أن الطعون يفتك بهم فتكة هذه هذه واحدة من مئات الحيل والأفكار العبقرية في رأسي إن الشيطان لكم عدر فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هل تشعر بالتحسن؟ بل، بل الحالة أسوأ إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن لاعلم أسباب الوباء لا تعود لهذا الحديث أرجوك هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم ماذا؟ أجبني سنبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته آه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله لماذا أنت مقدب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري حقا؟ خبر سيء إذن أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى هم؟ ومن سيمنعني؟ أنا أنت؟ يا لك من مغرور مصيبة، مصيبة لا تتحدثوا كالكلاب اهدأوا، اهدأوا وأخبروني ماذا جرى ابنتي، ابنتي، يا سيد بلعام، ابنتي قتلت قتلها في الحاص، هي وصاحبها زمري ليتخلص قهمه من الوباء أعدها إلي أرجوك أجونينت، الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث أنت الذي قتلت ابنتي تأدب أنت تخاطب أميرك وقائدك لم أكره ابنتك على شيء هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها تذكر هذا جيدا ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما قد أكون مخطئا ولكني أردت الخلاص لقومي ليس بهذه الطريقة ألم تشفى من مرضك؟ وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد نعم، هذا حدث ولكن القتل جريمة نكراء والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها سنفعل إنني جائع وعطشان يا إبليس لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام إنني في أزمة وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا لا تسخر مني سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك أنت الذي أضللتني كاذب لقد كنت عبدا صالحا مستجاب الدعوة فانسلخت من آيات الله أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا أتتخلى عني الآن؟ بالطبع إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنت لا أريد شيئا منك اذهب إلى الجحيم اذهب سأذهب وسأنتظرك هناك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون بعد هلاك قوم سيدنا هود عليه السلام جاء من بعدهم قوم نحتوا بيوتا في الجبال وسكنوها وبدأوا بالاستقرار واجتمع أغنياء القوم لاختيار قائد لهم لم أدعوكم لتناول الطعام والشراب فقط وإنما لأمر مهم إن كل قبيلة يجب أن يكون لها سيد يختاره علية القوم ليصرف أمورهم ويتحدث باسمهم بين القبائل هذا أمر في غاية الأهمية رجل يقضي بين الناس بالحكمة والعدل ويصلح الأمور المعوجة هل يجب أن يكون السيد من أصحاب المال والحسب والنسب؟ أظن هذا ضروريا لنقبل سيادته علينا ما رأيكم في صالح؟ صالح؟ ولما لا؟ لا ينكر حسبه ونسبه وأطلاقه الكريمة وأدبه الجم إنه المرجو فينا للسيادة والرئاسة ولكن يعيبه شيء خطير لا يزور الآلهة ولا يقدم لها القرابين ووقع اختيارهم على سيدنا صالح عليه السلام فقد أرسله الله إلى قوم ثمود فجمع قومه للحديث معهم قال صالح عليه السلام السلام عليكم يا قوم ثمود أهلا بك يا سيد صالح طلبت أن تجتمع بنا خيرا قال صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل سمعتم قوله يا صالح كيف نعبد الله وحده وندرك ما كان يعبد آباؤنا واجدادنا من آلهة قال صالح عليه السلام هذا شرك بالله وذنب عظيم يجب أن تستغفروا الله عليه وتتوبوا إليه توبة نصوحة وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ونحن الذين تصورنا أنك تأتي لطلب السيادة والرئاسة اسمع يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل كلامك هذا وكنا نفكر في أن نوليك علينا سيدا وإن كنت تفكر في المال أعطيناك ما تطلب قال صالح عليه السلام أنا لم أسألكم أجرا ولا منصبا وإنما أنا رسول من الله إليكم أهديكم إلى الحق وأحذركم من عاقبة الفساد كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولماذا نعبد إلهك وحده ونترك بقية الآلهة قال صالح عليه السلام أية آلهة إنها مجرد حجارة لا تنفع ولا تضر لا تعاند أنفسكم وتذكروا نعم الله عليكم عن أي نعم تتحدث؟ قال صالح عليه السلام لقد جعلكم الله خلفاء من بعد عاد وهيأ لكم الأرض بخيراتها تزرعون السهول وتبنون فيها القصور وتنحتون بيوتكم في أعلى الجبال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وما الذي يجعلنا نصدقك؟ هل يعقل أن يكون كل الآباء والأجداد على باطل وأنت الوحيد على الصواب؟ قال صالح عليه السلام يا قوم لقد جاءني من الله وحي ويقين ولماذا يأتي الوحي لك أنت بالذات من بيننا؟ قال صالح عليه السلام يا قوم إني أدعوكم لنفعكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة يا رجل لماذا لا تنحز إلى رأي الأكثرية؟ قال صالح عليه السلام ومن الذي ينصرني من الله إن عصيته؟ أنت كاذب يا صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تذعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير لماذا خالفت قومك يا سيد صالح؟ لقد كانوا يريدونك سيدا عليهم قال صالح عليه السلام لقد أرسلني الله تعالى لكي أدعو الناس جميعا إلى عبادته وماذا يريد هذا الدين من أتباعه؟ قال صالح عليه السلام يريد الله منا أن يحسن الغني إلى الفقير وأن يحمي القوي الضعيف ويكون الناس جميعا سواسية في ميزان العدل نعم ولكن ما الهدايا والقرابين المطلوبة؟ قال صالح عليه السلام الله سبحانه وتعالى يعطينا من فضله ولا يطلب منا شيئا إلا أن نتقيه ونحسن لأنفسنا ولكن إذا كان الكبراء والأغنياء قلوبهم قاسية ماذا يفعل أمثالي؟ قال صالح عليه السلام يستمرون على الصبر والإيمان وحسن الخلق وسينصرهم الله ولو بعد حين ما أطيب حديثك يا سيد صالح؟ هل يجوز لي أن أنضم إلى دعوتك؟ قال صالح عليه السلام بالطبع يا بني شكرا شكرا يا سيد صالح هل سمعتم ما قاله صالح؟ وكنتم تريدون أن تجعله سيدا على ثموت ستصيبه الآلهة باللعنة والويل جزاء لافترائه عليها نحن في مصيبة كبيرة لا تهول الأمور يا سيد الكاهن فصالح لا يدعو إلى شيء منكر ولكنه كفر بآلهتنا وطلب منا أن نعبد ربه وحده آه أنت تخشى على عملك إذن بل أخشى على ثمود كلها دعوة صالح ستحط من شأننا جميعا وتساوي بيننا وبين الخدم في هذه مع تحق وستفسد التجارة وتخسرون أموالكم إلا هذا لقد تعبنا في جمع الأموال إذن يجب أن نتحد جميعا لحارب دعوة صالح واستمر سيدنا صالح عليه السلام في دعوة قومه ولم يستجب له إلا فقراؤهم وضعفاؤهم وهذا ما جعل قومه يستهزئون به ما هذا الكلام العجيب؟ أنت يا صالح واحد من السادة الكرام فما الذي تفعله في نفسك؟ قال صالح عليه السلام اتقوا الله ربكم وانظروا إلى ما تفعلونه أنتم في أنفسكم فيدي الكهن ما الذي جرى لصالح؟ مسكين إنه مسحور مسحور؟ إذن هو لا يعي ما يقول كنت أشعر أنه غير طبيعي أيها الناس أنتم تتبعون رجلا مسحورا أتباع صالح يتزايدون في كل يوم رغم أنه مسحور وأنت أعلنت للناس ذلك المشكلة أن أتباعه لا يصدقون بأنه مسحور ويظنونه نبيا مرسلا من ربه قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين هل تسمحون لي بالكلام؟ ومن تكون؟ تاجر ذهب وفضة من أرض مجاورة تفضل بالحديث أيها السيد يجب أن تعجز صالح وتجعله يبدو كاذبا أو ضعيفا أمام قومه نعم الرأي سنرسل إليه ونطلب منه طلبا خارقا لا يقدر عليه نعم نعم يجب أن يبرهن على نبوته ولكن أي طلب خارق؟ قال صالح عليه السلام طلبتم رؤيتي أرجو أن يكون الله قد هداكم وأرشدكم إلى الحق اسمع يا سيد صالح أنت تقول إنك نبي مرسل من عندي ربك ونحن نشك في هذا الأمر فما الذي يقطع الشك باليقين؟ قال صالح عليه السلام ماذا تريدون؟ هل ترى هذا الجبل الضخم هناك؟ قال صالح عليه السلام بالطبع أراه عظيم اخرج لنا من جوفه ناقة كبيرة قال صالح عليه السلام ناقة تخرج من جوف الجبل هل يصعب هذا على ربك؟ قال صالح عليه السلام سبحانه على كل شيء قدير عظيم ادعوه أن يخرج لنا الناقة وإذا كنت نبيه بحق سيستجيب لدعوتك قال صالح عليه السلام حسنا سأدعو الله بذلك لقد أعجزناه تماما أمامه مهلة حتى يوم غد فإن لم تخرج الناقة من الجبل انتهى صالح يجب أن نجمع أهل ثمود في الفجر ليروا بأنفسهم فشله وضعفه ونقدم بعض الطعام للناس احتفالا بفوزنا عليه وأمضى سيدنا صالح عليه السلام الليلة كله يدعو ربه أن يظهر الآية التي طلبها قومه رغم استحالة طلبهم وتعجيزهم له واجتمع القوم جميعهم بانتظار انتهاء خلوة سيدنا صالح عليه السلام حتى يروا معجزته ها هو أول ضوء للنهار ولم يحدث أي شيء وهل من المعقول أن يلد الجبل ناقة؟ إنها مجرد فكرة خيالية واهتز الجبل وذعر القوم وما هي إلا لحظات حتى انشق الجبل وظهرت لهم الناقة سبحان الله إننا لا نصدق هذا أحق لا نصدق لقد بصر الله مدنية قال صالح عليه السلام لقد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وبينما سيدنا صالح عليه السلام مشغول بتعليم قومه دينهم جاءه كبار القوم قال صالح عليه السلام الله تعالى يأمرنا أن نتراحم فيما بيننا وهل يأمرك ربك أن تخلف الوعود يا صالح؟ هذا اشتراء أي وعد؟ ما الأمر؟ قال صالح عليه السلام الله تعالى يأمرنا أن نفي بالوعود ولكن لا أفهم عن أي شيء تتحدث نحن طلبنا ناقة حبلة في شهرها الأخير وتلد لنا حوارا صغيرا قال صالح عليه السلام نعم إذن أنت لم تفي بوعدك ما لم تلد الناقة إن الدليل على نبوتك لم يثبت بعد وما هي إلا أيام حتى أنجبت الناقة واكتملت آية الله لقوم صالح عليه السلام يقول صالح عليه السلام الناقة ستشرب الماء وحدها من الجداول في يوم وماذا نشرب نحن في هذا اليوم؟ قال صالح عليه السلام ستعطيكم لبنا يكفي الجميع وفي اليوم التالي يشرب الناس جميعا وتتركون الناقة لترضع صغيرها بعد أن خرجت الناقة من الجبل وولدت أمام أعيننا من غير جمل لم أعد أستغرب شيئا قال صالح عليه السلام هل شرب الجميع يا صهيب؟ نعم يا نبي الله نحن آخر الشاربين قال صالح عليه السلام اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم هل رأيتم ما وصلنا إليه؟ ستعايرنا قبائل الدنيا بأسرها لأننا نفضل الناقة على أنفسنا عندي رأي نطلب اللبن جميعا في وقت واحد فيرتبك السقاة وتزداد المشاحنات وتعم الفوضى لا تزاحب ابتعد أيها الرجل إنه دوري أنا بل إنه دوري أنا قال صالح عليه السلام يا قوم تمهلوا سينال الجميع نصيبه من اللبن هل تذلنا يا صالح من أجل أن تسقينا؟ قال صالح عليه السلام معاذ الله أنتم قومي وإخوتي سأسقيكم بنفسي هيا يا صهيب تفضلوا بالهناء والصحة غير طيب غير طيب بالمرة هل لي في المزيد منه؟ فشلنا مرة أخرى ونجح صالح في تنظيم السقاية والآن ماذا نفعل؟ علينا أن نبعد الناقة عن أرضنا سيعيدها صالح وأتباعه إذن نذبح الناقة كانت هذه الناقة معجزة وصفها الله تعالى بقوله ناقة الله كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال وكانت إذا نامت في موضع هجرته كل الحيوانات الأخرى قال صالح عليه السلام أيها الناس لقد طلبتم دليلا على نبوتي والله أرسل لكم الدليل الذي طلبتم نعم نعرف ذلك يا صالح قال صالح عليه السلام ورغم ذلك عاندتم أنفسكم وكفرتم بدعوتي وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم لماذا جمعتنا يا صالح؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ قال صالح عليه السلام الآية واضحة أمامكم تسير بينكم وتسقيكم جميعا حتى ترتو كل ذلك نعرفه من قبل فما الجديد؟ قال صالح عليه السلام أحذركم أن تؤذوا الناقة أو تمسوها بسوء هل نعتبر هذا تهديدا منك؟ قال صالح عليه السلام بل إنذار من الله تعالى أن يعذبكم عذابا أليما ورغم كل تحذيرات نبي الله صالح لقومه إلا أنها لم تردعهم وتردهم عن قرارهم في قتل الناقة لقد أصبح لدينا ثمانية رجال من أفضل فرسان ثمود وهم على أتم استعداد لتنفيذ مهمة قتل الناقة ليس أمرا سهلا والرجال الثمانية تنقصهم الجرأة والإقدام فهجم الرجال الثمانية مع قدار على الناقة وامتدت الأياد الآثمة القاتلة إليها وسالت الدماء سمحتها أحسنت يا قدار لا بد من الانتقام لن نترك هؤلاء الأشرار دون عقاب قال صالح عليه السلام بالطبع لن يفلتوا من العقاب ولكن من يعاقبهم نحن يا نبي الله قال صالح عليه السلام الأمر قد تعدانا يا رجل فهم لم يكتفوا بحربنا والعدوان علينا وإنما اعتدوا على آية من آيات الله قال صالح عليه السلام بالطبع سأذهب لأحدث أهل ثمود قال صالح عليه السلام لقد حذرتكم مرارا من أن تمسوا الناقة بسوء وها نحن قتلناها فماذا أنت فاعل قال صالح عليه السلام أنتم الذين حكمتم على أنفسكم وأضعتم آخر فرصة لطلب الرحمة وهل ستقتلنا جميعا دون سلاح قال صالح عليه السلام لا تتعدل العذاب فإنه آتيكم أي عذاب تتحدث عنه إننا لا نصدقك إذا كنت مرسلا من الله بحق فقل لنا متى يعذبنا ربك قال صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب هل نظل ثلاثة أيام مستيقظين دون راحة عند اقتراح ينهي المشكلة ما هو نبادر نحن بالهجوم عليه ونقتله في بيته فنحبط أي خطط يعدها لنا وذهب القوم للبحث عن سيدنا صالح لقتله ولكنهم لم يفلحوا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قال صالح عليه السلام الحمد لله على كل حال أرجوك لا تعد إلى بيتك هذه الليلة قال صالح عليه السلام اطمئنوا سنترك هذه الأرض كلها نترك أرضنا للأشرار وإلى أين نذهب يا سيدي قال صالح عليه السلام الأرض كلها أرض الله أعد أمتعتكم ولا تأخذوا إلا الأشياء الضرورية ولا تثيروا ريبة الأشرار وأصبح أهل ثمود في اليوم الأول من انتظار العذاب ووجوههم مصفرة فارس الفرسان قاتل الناقة ماسخ صف لي كيف ذبحتها ما هذا السفار ها ربما أصابني المر وأنت أيضا لونك أصفر حقا إذن سأذهب لأرتاح وفي اليوم الثاني أصبح أهل ثمود جلودهم حمراء ما هذا الحمار أنت أحمر مني يا كان تسخر مني وإلا ذبحتك مثلما ذبحت الناقة كنت أمازحك يا رجل هل ما نحن فيه لعنة أصابتنا من الناقة المسحورة أم يا ترى هو بداية الانتقام من رب صالح بالأمس كنا حمرا والآن أصبحنا شودا هذا أمر غير عادي ليتك لم تذبح الناقة أنا لم أذبح وحدي ليتكم لم ترتكبوا هذه الجريمة الآن ترينها جريمة ومن الذي دفعنا إليها أعرف نحن النساء أغريناكم لتسبحوا الناقة ونحن جميعا نتساوى في العقاب قال صالح عليه السلام أسرع قليلا لقد تركنا أرد سمودة يا نبي الله فهل لي من سؤال؟ قال صالح عليه السلام بالطبع لماذا تركنا أردنا للأشرار؟ قال صالح عليه السلام حتى ننجو مما ينتظرهم ماذا ينتظرهم يا سيدي؟ قال صالح عليه السلام غضب من الله وعقاب أليم هيا لا تؤذوا أعينكم برؤية ما سيجري للقوم الكافرين وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة انقضت الصيحة على الجبال فهلك فيها كل شيء حي وارتجفت الأرض رجفة جبارة فهلك فوقها كل شيء حي عذب الله الأشرار التسعة الذين ذبحوا الناقة وعدب بقية أهل ثمود لسقوتهم عن الحق ونصرتهم للباطل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عضائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسيب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجياً بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان؟ لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولا بعدنا عن الصواب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيل اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيل الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخة اعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك؟ أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره لزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا ورائك يا جوليوس؟ نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك؟ لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا؟ وأين كان حارس المعبد؟ قتلوا يا سيدي اللعنات ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنطونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟ ماذا قلت الآن يا مارتنيوس؟ ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتنيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطش أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ذرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أي حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزم أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقفا ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقة فيهومي أوديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالضعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس، أيها الناس، لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه، تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي، لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من دقيانوس يا إلهي، أتكونون أنتم أشرف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي، هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصته وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا دارت عجلة الزمن وجاء وعد الله للمتقين بعد الطوفان ونجاة سفينة سيدنا نوح عليه السلام لم يكن على الأرض من البشر غير المؤمنين لم يكن هناك قلب واحد كافر في الأرض ومرت سنوات وسنوات مات الآباء والأبناء وجاء أبناء الأبناء ونسي الناس وصية نوح عبادة عليه السلام وعادت عبادة الأصنام وقد تم الأمر بنفس الخدعة القديمة صنعوا للناجين تماثيل لتخلدهم فإذا الأمر ينقلب إلى العبادة وفي مدينة إرم ذات الأعمدة التي وصفها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عاش قوم عاد وكانوا أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام والطول والشدة ورغم ضخامة أجسامهم كانت لهم عقول مظلمة هل أعطت بناء بيت رجل فقير يدعى عص بالطبع لا يا سيدي من الذي بنى له بيتا في يوم واحد إن هود قد ساره بالأمس هود آه سمعت بهذا الإسم من قبل أليس هو راعي الغنم الذي يبحث عن تعاليم الأقدمين إنه هو ويقال إنه رجل حكيم هذه عادته يا سيدي دائما يحب مساعدة الفقراء وإطعام المساكين مرحبا يا سيد هود ما هذه الغيبة الطويلة؟ قال هود عليه السلام كنت أشكو إلى الله حالنا وأدعوه أن يرشدني إلى الحق وجهك يتهلل بالنور يا هود هل تعرفت على أثر من تعاليم نوح؟ قال هود عليه السلام بل أنا على طريقه يا أخي أمرني الله تعالى أن أكمل رسالة آبائي آدم ونوح وأدعو قومي إلى عبادة الله الواحد يا بشران أرسلك الله نبيا إلى قومي هاد قال هود عليه السلام نعم وجئت أبلغكم بدعوة الحق وأنا آمنت بدعوتك يا نبي الله وأنا أيضا كلنا نؤمن بك أليس كذلك يا أختي؟ المهم هو رأي سادة الأقوياء وعلية القوم أما نح فمجرد فقراء ونساء ضعاف قال هود عليه السلام لقد بعثني الله رسولا إلى قوم عاد قويهم وضعيفهم غنيهم وفقيرهم الرجال منهم والنساء ولا فضل لأحد منهم على آخر إلا بتقوى الله هود سمعت عنك الكثير ولكنك لم تزل قصري من قبل ما الذي أردت أن تقوله لنا؟ أجاب هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما هذا؟ هل تريد أن تكون سيدا علينا بدعوتك هذه؟ عن أي أجر تبحث؟ قال هود عليه السلام أنا لم أسألكم أجرا أجري على الله وحده ولا أستبره بالدنيا وما فيها وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وما المطلوب منا إذن؟ قال هود عليه السلام أريدكم أن تتركوا عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وتستغفروا ربكم وتتوب إليه وما الفائدة التي تعود علينا إن فهلنا ما تقول قال هود عليه السلام ربي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين لسنا في حاجة إلى إلهك ما نشد منا قوة ما أنت إلا بشر مثلنا تأكل مما نأكل منه وتشرب مما نشرب هذا صحيح قال هود عليه السلام أنا لم أنكر أنني بشر مثلكم غير أني رسول الله إليكم لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون قال هود عليه السلام هل تعجبون أن يأتيكم رسول من بينكم يذكركم بآيات الله نعم نعجب من هذا قال هود عليه السلام وهل كان نبي الله نوح إلا بشرا من قومه نوح أنا لا أذكره قال هود عليه السلام ولا تذكر أن الله استخلافكم في الأرض من بعد قوم نوح ولا تذكر نعمه عليكم وأنه زادكم قوة إسمع يا هود لن نترك آلهتنا وآلهة آبائنا لمجرد كلام تقوله أنت بلا أي ذليل عليه قال هود عليه السلام أنتم تباهون بقوتكم وأنا أتحداكم بقدرة الله عليكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إن أعداد المؤمنين تتزايد في كل يوم صحيح أن أغلبهم من الفقراء والعجائز ولكن دعوته تشكل خطرا على الآلهة ولماذا لا تغضب عليه الآلهة يا مزاحم وتعاقبه نعم لكن كيف يا مولاي أوحيت لي بفكرة رائعة يا سيد الأمير من أنت؟ واحد من حرسك المخلصين حسنا قل فكرتك ستجعل الآلهة العوالي تعاقب هود وتصب لعنتها عليه وهل الآلهة تقدر على ذلك؟ أقصد كيف تفعل الآلهة ذلك؟ فلتسمح لي يا سيد الأمير أن أشرح لك خطتي سنبدأ أولا بالدخول في وسط الفقراء وبعدها يا لها من فكرة رائعة سنقضي بها على هود وأتباعه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون يستمر الصراع بين هود عليه السلام وقومه وكلما مرت الأيام زاد قوم هود عليه السلام استكبارا وعنادا وطغيانا وتكذيبا لنبيهم حتى قالوا إن الآلهة غضبت على نبي الله هود وأصابته بالجنون بماذا يتحدث الناس في الأسواق والبيوت؟ أغلبهم يتحدثون عن إصابة هود بالجنون ويؤلفون الحكايات حول سفاهاته ولكن لا تنسى أن هناك قلة يزداد إيمانهم به كلما حاربناه يقول هود عليه السلام السلام عليكم يا قوم ابتعد عني أرجوك يقول هود عليه السلام ماذا بك يا رجل؟ هو لا يريد أن يكون مجنونا مثلك لقد أصابتك الآلهة بسوء فأصبحت سفيه العقل يقول هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وماذا تريد منا؟ يقول هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين إنه مجرد كلام لا تملك عليه أي دليل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين سمعتك تقول يوما إن الناس ستخرج من القبول بعد الموت يقول هود عليه السلام هذا صحيح في يوم القيامة يحيي الله الموت ويحاسبهم على أعمالهم تقول إننا إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما سننهض مرة أخرى يقول هود عليه السلام نعم أقول هذا وأنا على يقين منه إنما تدعيه مستحيل لا بعث من بعد الموت يقول هود عليه السلام رب انصرني بما كذبون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم عجيب أمر هذا الرجل يتهمه الناس بالجنون والسفاهة ويستمر في دعواته رغم ذلك إنه لا يجذب بكلامه إلا الفقراء المحرومين من نعيم الدنيا يمنيهم هو بنعيم الآخرة نعيم الآخرة أنا لا أفهم يقول يا سيدي أن هناك جنة سيدخلها المتقون بعد أن يقوم من الموت ومنذي يوجد في جنته يعجب الناس يقول إن في جنته قصورا وأنهارا وحدائق تملأها الثمار الطيبة وحريات الحسان حسنا سأصنع أنا بمالي هذه الجنة على الأرض ما أكثر الجوار والذهب وما أسهل بناء القصور ستكون جنتي أفضل من الجنة التي يتحدث عنها هود يا هود أنت تحكي للناس عن جنة بعد الموت بينما أنا جنتي في الدنيا ويمكنك أن تراها بنفسك أدعوك لزيارتها لتتحسر على ما تدعو الناس إليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين يقول هود عليه السلام لا تتكبر على الله يا أمير عاد ولا تتعجل العذاب أين هذا العذاب الذي تحكي عنه؟ يقول هود عليه السلام لقد وقع عليكم غضب من ربكم وسيأتيكم العذاب عما قريب بدأت الأرض في الجفاف ولم تعد السماء تمطر والشمس تلهب لمال الصحراء وكادت الناس تهلك من العطش أشعر بالنعطش الشديد تفضل يا سيد الأمير هذا خمر أريد ماء في الحقيقة إنه أقصد تكلم يا عمليق تعرف يا مولاي أن السماء لم تنطر منذ ثلاث سنوات والماء قليل سمعت أن الماء صار أغلى من الذهب في الأسواق ما دخلي أنا بهذا الكلام أريد ماء لماذا لا تطلب من الآلهة أن تجعل السماء تنطر قليلا؟ طلبت يا سيدي ولكن يبدو أن الآلهة ما زالت غاضبة لوجود هود بيننا وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء فظنه القوم غيما ماطرا فخرجوا من بيوتهم فرحين سحابة كثيفة والأمطار فوق رؤوسنا ها يا قوم لقد استجابت الآلهة لدعائي شكرا للآلهة على هذه السحابة المنطرة متى تنطر السماء؟ الجو شديد الحرارة بعد قليل تنطر السماء وتلطف من حرارة جو يا سيد شداد هل تأخذنا معك إلى الجنة؟ الكل مدعوون عدا هود الذي يهددنا بالعذاب قال هود عليه السلام وأنا لا أريد أن أذهب إلى أرض لا يذكر فيها اسم الله لا تكاثر يا هود ولا تنكر الحقيقة لقد هزمت أنت وأتباعك وها هو الدليل قال هود عليه السلام عن أي دليل تتحدث؟ السحابة التي ستمطرنا بعد لحظات قال هود عليه السلام إن ما تراه فوق رأسك هو ما استعجلته من عذاب الله أنت تخدعني هذا غير صحيح قال هود عليه السلام سترى الآن بنفسك فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تغير الجو فجأة من الجفاف الشديد والحر إلى البرد العنيف القارس بدأت الرياح تهب ارتعش كل شيء ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام ارتعش الجلد واللحم والنخاع والعظام لا أقدر على الوقوف يا ناجد وماذا أستطيع أن أفعل لك؟ أدعو الآلهة لتفعل أي شيء آلهة؟ آية آلهة؟ الآلهة؟ هل نسيتها؟ إذها مجرد حجارة هل تسمع الحجارة؟ أو تدرك ما يدور حولها؟ أنت محتال وأنت أحمق خدعت نفسك قبل أن أخدعك يا نبي الله ما الذي يجري من حولنا؟ أجاب هود عليه السلام آية من آيات الله تعالى ريح فيها عذاب أليم ولكن كيف لا نحص بالرياح؟ وهي تهب من حولنا قال هود عليه السلام آية أخرى نراها ونشهد عليها ينجي الله المؤمنين ويصيب الكافرين وحدهم بالعذاب إن أختي منهم يا نبي الله قال هود عليه السلام إنها ليست من أهلك لأنها لم تؤمن بالله لكنها أختي قال هود عليه السلام ليست دمه والصنة الحقيقية بين الناس لقد غارق واحد من أبناء نوح عليه السلام لأنه اختار طريق الكفر وقربه من نبي الله نوح لم يشفع له الرياح تهب على الكفار منزهمين كاملين متى ينتهي تعذبه؟ قال هود عليه السلام هذا أمر يعلمه الله وحده اشتد هبوب الرياح كانت الرياح تتبع الكفار حيثما ذهبوا وتطاردهم في القصور والكهوف وتشق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره لا تكاد الرياح تمس شيئا إلا قتلته ودمرته وامتصت قلبه وجعلته كالرميم إنهم يعذبون منذ سبع ليال وثمانية أيام وأي عذاب؟ كفا كنت فقط أريد أن أعرف ما الذي يجري لأصحابنا من أهل عاد متى ينتهي هذا العذاب؟ لن ينتهي أبدا حتى إذا موتنا سنعذب ونبعث لنحاسب ونعذب مرة ثالثة أنت تقول كلام هود وهل تذب علينا في شيء؟ أخبرنا بالعذاب وها نحن فيه ورغم كل ما رأوا من العذاب والآيات إلا أنهم أصروا على كفرهم وعصيانهم آه نعم وصلت جنتي أخيرا جنة؟ إنها أشبه بالقبر رغم ما فيها من الذهب والجواهر فهي تغلو من الحياة يا ويلي ما هذا؟ إنه جسد مساعد عمليق كيف عرفت؟ عرفت من هذا الخاتم في إصبعه ولكن أين رأسه؟ وكيف لي أن أعرف؟ أيكون رأسه هو ذلك الرماد المحترق بجانبه؟ لا لا أريد أن يحدث لي ذلك أتوصل إليك أيها الرياح أنا لا أريد أن أموت وانتهى العذاب وأبيدت مدينة إيرم كاملة بمن فيها ممن كفروا بدعوة سيدنا هود عليه السلام حتى ذهبت معالمها ولم يتعرف عليها أحد وكانت الريح هي عذاب قوم هود لقد انتهى اليوم الثامن من عذاب الكفار لا أكاد أميز شيئا من أسار مدينة إيرم أين ذهب كل شيء؟ لقد انتهت الأعمدة العالية وصارت القصور الشامخة مجرد تراب قال هود عليه السلام اغتر قوم بقوتهم وبمدينتهم إيرم التي لم يخلق مثلها في البلاد ونسوا أن القوة لله وحده وأن الخير بيد الله وحده وهذا هو جزاء الظالمين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية